اذا لم ترى الحلقة انتا قول بارح لا يمكن ان ترى هذه نرجع لما صاحبت الحكاية طلبت من اباها باش انها تطلق من رجلها سيجمع لها حويجها في بلاستيكا كيف ما قلنا وجرع لها وقال لها بلا انه ما عندناش البنات لكي تلقوا شوية كتقول سعاد صاحبت حكايتنا الليلة شوية هي ماما جاية الام مهما تغلط كتبقى ام ماما مهما غلطت في حقي ولكن كانت كتدور وكترجع ولو انها جرحتني الوالدين والدين ولو كانوا كافرين فغادي تجرني وغادي تدني دارنا الاخرى اللولى اللي كنا فيها وبيسنا فيها جاو ذوك خوالتي بدأوك يرغبو فبا ذاك البنت فين باغيت لحاق بقاو معاه تقنعوه وقال لهم صافي غير قولوا لي عباش انا اجي دار لي احسن محامي وفاش هو وصلته ذاك زوج الاستدعى بدأك يصنع لي وتيقول لي يا بلي انا غادي نرجع ليك وانا راه نادم والله حتى نعودك وعطني اذا بغير خمسة دقيقة ناظر معاك فيها ونشرح ليك قلت لي لا والله ما نعطيك حتى دقيقة لانا وعطيتك ثلاث شهور فيها خبرتي ما كانت جاوبنيش ولكن من اليوم اللي ما عرفش بحقي النهار نمشي عمرني ما غادي نرجع ليه قل لي يا اسحاب ليك غادي تطفرى بهذه القراية اخرتك غادي نتلقك مع ابنة الزنقة يا كاسيدي بنوجك اياه يوصف الايام ما بيناتنا وقطعت عليه عياما يهزف تصوري ويضعهم في الجروبات ويكتب ليها مطلقة اللي بغا يمشي معها ويسكريني ويصفت ليها ويقول لي يا هكي شو هالي كان شو هك والله تنعذبك في حياتك ما خلا علام من دوا وش نودار باش انا ويجيب بدني انا تدمرت في صم ولكن فاش تلقت 17 العام بحيلة فقط تنقول كيفاش انا طلقت في هاد السن انا اصلا كيفاش تزوج في هاد السن ما يمكنش بحيلة ما تقبلتش ذك شي اللي وصلت ليه ما بقيش كالنعسلة بالليل ولا بالنهار بدرت محاولات انتحار وماما غادي تديني عندو احد طبيب نفسي لدرجة انه كان عاطني النمرة والشخصية ويقول لي مني نتحسي بحالة انتحار صونيه ليه واحد المرة صفت ليه ذاك الطاليق ديالي تصويرات ديالي في الواتساب اللي كان حاطه في واحد القروب غادي تقول لي ليش ما بتلشيش النمرة كل مرة كنت كان بتلاع ولكن بنت خالي كانت على تواصل به وكانت تعطيه الجديد ديال حياتي فشف ديك تصويره بنيت كان غوط في الشارع وبغان نتحر عمرني ما غادي نسى ذاك النهار غادي ندخل فكتي ابحاد بقوة التفكير السلبي وكيفاش تشوفوني الناس وما بقيت كان نخرج ولا كان ندرج وليت كان خاف من الزنقة من الناس اللي يتعدى عليها جاني بحل وسواسنة ذاك ديك بنت خالي اللي كانت عزيزة عندي وحويجي هم وحويجها وكانت تختي غادي نكساش بلي انها تحبت لي مع التعليق ديالي وكاتخرج معاه وتي دورو كي يكريو التوموبيلات وكاتهضر فيها وصلوني السكرينات بلي انها كانت تصفت لي في الفيسبوك بلي كنت مزوج غير برغوشة الى ما اخره ندخلتك نهضر معاه فلانا السلام لبس عليك بلوكاتني بكيت ومردت وبقى في الحال وكل شي جمعت القوى ديالي من جديد ودخلت نقرأ السيزيام وهذا المرة بعد بزاف ديالي عتراضات لانه حتى شي حد ما بغانيش أنا لنقرأ علاش لانه قال لولاد والبنات متاع العائلة ما بقاوش شي يقرأوا كل شي غا صغير في الدار تيقولوا لي والامي غادي ترجع تقرأ وغادي تمشي تدير لكم شي شوها غادي تمشي مع الدراري وانا تقول لهم الله يرحم لكم الوليدين وليدية رجعوني نقرأ انا اعطيكم عهد الله اذا قدرت لكم شي حاجة ما تشرفكمش قطعوني وعطوا الحميل اللي يكلوه الحمد لله انه وبفضل سيد ربي انا قدرت نقنعهم ورجعت نقرأ السيزيام ديت الايام وديك بنت حبيبي اللي حرقتني في قلبي ما تتمها وشفتها حتى هي قدم عيني منهارة محطمة مهرسة وكتلب مني سماحة العار لما سمحي لي ايمكن هذا عقاب من عند سيد ربي وقسم بالله العلي العظيم كانت تبكوا تقول لي انا دمرتك ودهب انا اللي تدمرت قلت لها فلانا الله يسمح عليك دنيا واخيرة ومسمحك من قلبي عن قاتني ودهت كاتبكي وصراحة سمحت لكل شي سمحت لطالق ديالي اللي بنت خالي اللي بنت خالتي انا متان قولش بلي انني انسانة ملاك ولكن تربيت انني من اديش الناس تربيت واحد المحيطة ديال الدراوش وغنانا ربي ولكن عمرني ما حسيت بالفرق بلي انا وددوا علينا الفلوسة ولا غيروني المهم نجحت في سيزيام ديالي واذا بنتكو نجحت واذا فلانا نجحت فجأة والليت محطة انظار الجميع وكل شي يسول فيها باينة غديتكونا دخيتي ما نجحتش انا ذاك غديت خرجو النتائج والقيت راسيب اللي انا ناجحة وهنا الفرحة اللي حسيت بيها واللي شفتها في عيني والدية كانت عجيبة وغريبة وصراحة يمكن يجي الباكل المعظم ماشي شي حاجة ولكن بالنسبة لي انا كان واحد الانجاز لانه في عائلتي تشي حد ما عنده من غير خوتي اللي جاءوا من بعد حسيت بالفخر باللي انني قدرت نستمر فقرتي ونجحت فيها فشديت الباكل قدرت بزاف ديال اخطاء اولها انا نحيت الحجاب ديالي وقلت انا كان فرضو عليا واحد الانسان كان بزز مني انا دبا غدي نحيضه حيش ما درتوش حبا مجدت كان نخرج مع ابناء تحاباتي وكان ضحك معهم وخدمت بزاف ديال خدامي ضربت بزاف ديال تمارة كنت نعد براسي باش نقصح قلبي لانني كنت ديما كان نحس بلي انني حنينة ودكشي ما صراحش في هذا الوقت كنت نخدم حتى لدرجة ان اوشي مرة كنت كان نحس بلا ما كان نحس بقوة العياء كانت ديما ماما تقولي يا راك ما محتاجاش شي خدمة ولا شي صالير باش انك تكرسي بحالها كنت نقول لها غاي خليني عفة كمي انا راني غيرت انقصح راسي ماشي حبا في المال الحمدلله بقيت كانت تقاتل وبما انني كان حماق على القانون دفعت ليه وبتسنقرا فيه فهذه الفترة قد نتخطب من جديد بوحد الصديق ديالي كنا مزينين وبخين ولكن وقفت معا كل شي هلاش اهنا بغيت نعطي العبرة الليبنات اولا النقطة تحولي كانت كبيرة بني سبلية اللي هي القرب مولانا عن طريق واحد الشخص وبقيت عام وانا مخطوبة قدرت الحجاب الشرعي ودخلت للمسجد باش انا لنحفظ القرآن من بعد كانت بقتليه عشر ايام بالضبط على صداقي دخلت انا وياه في نقاشة حدة صلت صلاة الاستخارة وقلت يا ربي اذا هاد ود الناس كان صالحي في الدين ديالي والدنيا ديالي خليه معايا واذا لا فرقنا بأي طريقة بغتي يا ربي داست يومين بالضبط تفرقنا بدون سبب وحبيان حسيت بالرحمة ديال ربي معايا وبالقرب دياله من بعد مسألة هذه الخطوبة بزاف ديال الكرامات هنا خديبانه وليس كان نحس بالحاجة قبل ما كتوقع واذا كانوا ضيرين بيا الناس فيهم سحر كنت نحس بهم وليس كان حلم احلام اللي كانوا كيوقعوه في الواقع ابسط مثال من بعد ما فسخت الخطوبة ديالي وكنت محافظة على صلاتي والقرآن ديالي والورد ديالي اليومي جاء واحد صديق ديال الاخ ديالي باش انه يخطبني ومخلا ما جاب ليه من الهدايا بغاني بكل ما فيه وانوا انه يدير ليه اللي بغيت شريته موبيل ايشري لي حتى الدار اقترح لي هاد الشي الام ديالي عاجبهو شدت فيه بليتين ورجلين وقالت لي هاد ولد الناس هو اللي غد يتلى فيك وغد يعودك ولكن انا صراحة كان قلبي فيه لكلمة ديالي كنت كنشوفها بحيني باش ما نكذبش عليكم السيد ما فيه حتى شي حاجه باش انه يتعب ولكن هادا كان احساس لي شدني بزز مني كنت نصله وتقول يا ربي انت كتلهمني بهاد الله وهو هاد الشخص ما فيه حتى شي حاجه خيبة والله العظيم اذا ما موصلت اذا ما تزوجك بهاد الانسان ما تبقيش تتخليل ياشي راجل احد اخر يتزوجك يا هذا يا بلاش واحد النهار بالليل تنبكي وتنقول يا ربي علش كنشوفه كنشوفه كنشوف هاد الله في قلبي مجهة هاد السيد وهو ما ديرتها حاجه يا ربي هاد اللي في قلبي ديرها في قلب واليدية رهم كيشوفهم مزيان وانا اللي راسي قاسح وخايبة والمفاجأة والصدمة اللي غادي توقع انه من مورة شهرين مرفضت ذاك الشاب غايجي اخويا عند ماما وغادي يقول لها هاد منتكرة مرضية هاذاك الانسان اللي بغاها راه نصاب ومزوج ومراته حاملة وهي راه كتقلب عليه وهو راه قبل لي الاثار اليومين هذا الام ديالي بدت كتبوس لي راسي وقد تقول لي سمحي لي يا بنتي سمحي لي يا المرضية عمرني مازال بقي نخسر ليك خاطرك ذاك الليلة بدت كنصلي وكان بكي وكان حمض الله وكان شكره على البتلاءات على الكرامات واحتى انه نور لي البصيرة ديالي الام ديالي عمرها ما حضنتني ولكن اليوم ولات كتضر وكتحضني ابا كذلك ولله الحمد من بعد جاء واحد شخص واحد اخر هادية حياتي كنت انساني من شخص كي يجي شخص هاد المرة جاء عن طريق وسائل تواصل بغاني للحلال قلت صافي هذا هو العوض من عند ربي ولكن باللاتي ما زال ما وصلناش لنهاية الحلقة عمرني ما خرجت معاه وحدد ويت معاه شهر غير باش تعرفت عليه اختصرت ليه افلان انا انسان مزوجه متلقى وعندي تجارب فاشلة في حياتي انا بغيت اليوم ليخفف عليا ويكون معايا ولد الناس شي حاجة اخرى انا مرانيش كنقلب عليها ما بغاش ليتفلى عليها انا انا ذاك كانت عندي 22 سنة وهو كانت عندي 23 سنة قال لي يا صافي واخا وجاب والديه من مدينة بعيدة هو مقدرش يرجي رحبنا بهم والغلاط اللي درت ولكن كان بحسن نية انه بما انني كنت تنقرر قانون وليدية تلبوني انني نمشي معاهم من واحد المدينة واحدة اخرى علاو اديت الوراق باش نظر مع المحامي ديالهم وليدية قالوا ليهم حنا ما عندناش مشكلة غير هي ما تشوفش ولدكم وصف مشيت معاهم وما نكذبش عليكم الام دياله تطلت فيها بواحد درجة لي كانت خيالية شرت لي الحوهي شرت لي الذهب حسبة كانوا ناس طيبين ولكن سبحان الله حتى شي حاجة ما كنت توقع لنا فقط هذا الارض الا لحكمة نعلامه الله فقط مشيت وحليت معاهم الامور في ذاك الاسبوع مازال كتشفت جانب اخر يمكن مشكيتوش فيه في بداية المرحلة خلال ذاك الاسبوع وما كانوا تعرفوش واحد يقولوا عليه شريف وما كانوا نية بزاف كانوا كيمشوه والذي قال لي هم تديروها ليه على اساس اللي قال هو راولي سيكون انا فاش مشيت معاهم النار الولد عنده وفاش سلم عليها كأنه ضربو الضو وانا ذاك تسليما اللي داليا عرص بلي انه عنده خدام الشياطين هذا الاحساس صراحة مع رشك كيفاش نشرح ليكم ولكن كل ما تلقيت معا شي مشعود خاطرة كي يقول لي انه ذاك الانسان مع شاياطين الرقاط سبحان الله كانت ترقى عندهم المهم مشينا في حالنا لغد ليه فاش قضيت معاهم الامور رجعنا لعنده ضيفنا بقاتاي انا صراحة ما قدرش نحطه في فمي هو لاحظه وغادي يقول لي علش ما بغاش تشكل عندي قولي الحقيقة كل عفاوية قلت ليه معرفش علش ما كتبغيش تدوزلي الماكلة عارتوسي شنوقع ليه تهزو تحط من بلاسو وبدأت يقول لي هم شتو هادي اذا بغيتو هالولدكم را ما صرح له وماشي مزيانة وش اللاكلام وكانت يقول لي فوجهي فاش قلت لي ليه شاعمي شريفك تقول بحال هاتش حيث كان نوعا ما تجيهم من العائلة بدأت يقول لي غير سكت سكت خرجنا من عندهم انا عيضت لذلك اللا بغا يخطبني هو والدهم وقلت لي شنو كان هو ذوام عمو في ساح قال لي ما تبقىش الديال تماما صنوا الوالدية وقالوا لي هم اجوا وقلسوا معنا في الفيلة ديالنا اللي كان نحضة البحار انا قلت الحمد لله اعوض مالله جاني ربي جزاني نحن اصبري بهذا الناس وهذا خير كبير ديالت الايام وبما انه ذاك اللي تقول لي الشريف تقول لي هم اعطوه اتساع لذلك البنت فالأب ديال الخاطب ديالي بدأ يطارب مني والدو قلت لي معي الكلام وعرفت باللي انا واذا قبلت انتوج بهذا الانسان سوف ندخل في واحد دوامة ديال المشاكل ديال الشعوة اللي سنين وانا هربانا منها قلت لي واحد ليلة قلت لي هكا اولد الناس حاول معي باشي عرف السبب انت عاد الفراق ما جاوبتوش وثالي تذيك العلاقه من ذاك النهار ما عرفوني ما عرفتهم مره اخرى صليت صلاة شكر لانه ربيكي بيلي الحقائق ماما مسكينا فاش قلت لي بني صافي سالينا بدت تكاتبكي وقد قلت لي الله علي اظهر واش عوثاني نفس القصه وحتاش يحد معوضك هنا ضمرناك وزادوك هاد الناس نكذب عليكم اذا قلت لكم جاتني سهلا لا مكانش سهلا علي ابنيت كان خاف من الزواج وانا نخطوش خطوة القدام بكيت وتنخس سبق في حال ولكن امنت انه هدفي خير هادي اليوم اللي كاتحكي لكم الحكاية سعاد في عمري 26 سنة والليت قريبا ممول انا بزاف بسبب هاد الشي كله اللي وقع ليه والليت محافظ على الفرائد والنوافي الحبا في الله انا ربي ليعودني واحد العوض الجميل ولكن قبل ما نشاركه معاكم من خلال قصة بغيت مقول اللي بنات ما تتسرعوش لانه الزواج ارى تابعك وغادي تلحق عليه غير ما تفرطش في قرايتك انا وصل الظلام اللي عشت كانت الحاجة الوحيدة اللي كتفرحني هي قرايتي مهما الظروف تقتعليكم ما تفرطوش في قرايتكم ولا حتى فوليدكم ولا حتى فرضاهم هم مواجيب عليكم وانا وسط طريق ربيعش ابتلاءات اللي كانت قاسية ولكن تمسكت بحب المولانا اللي كنت كنحس بيه معايا في كل شي لدرجة اليوم سامحت الكل شي وتجاوزت على كل شي وبالنسبة للعوض الجميل اللي قلت لكم بخلاصة انا حاليا تنقدر نرقي ناس اللي عندهم سحر فقط بالقرآن والام ديالي كتخاف انني المرض من جديد ولكن انا تنحس بالراحة ثاني حاجة اخذت الاجازة في القانون ثالث حاجة احفظت الحزب الثالث من القرآن الكريم رب حاجة اهد رمضان ما قلشت من الاعمال الخيرية مع العلم انا مخدماش حاليا انا فخورة بعد شي اللي وصلت له اليوم وليت عيشة مرتاحة مع عائلتي واميرة في صدارنا والعوض الجميل الخامسة والسادس انا وربي ارزقني بزوج طيب وعرسنا ما بعد رمضان ان شاء الله الزوج اللي صلح الماضي ديالي والحاضر وحتى المستقبل هذه الخلاصة اللي قدر نقول عليه تعلمت من الماضي ديالي تعلمت اي حاجة ربيع طالية باش نولي الانسانة ديال اليوم انسانة اللي تقابل طريق ربي لا اكثر ولا اقل انسانة اللي تشارك في الخير الانسانة اللي تجتهد وتحقق الاحلام ديالها هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية سعاد يا سادة يا كرام حكاية عندها نهاية جميلة لانه درس مفهوم والعبرة مفهومة جدا هذه سنة الله في ارضه وسنة الله في خلقه اي حاجة تعطات للعباد لليوم منتاو اللي انا كنشوفها بلي انا ابتلاء خيب او لاش حاجة سلبية ربما احنا كنشوفها بهذه الطريقة اغضى اللي بعده ربي غدي نور لنا البصيرة ديالنا وغنشوفوا الحقيقة ديالها والخير ديالها علينا في حياتنا مهما تكون قاسية اليوم مهما تكون حزينة ومقلمنا درس قوي وعبرة قوية كين فيكم اللي تقول بلي انها وش هادشي حقيقة هادشي حقيقة كده تولي يا صاحبات الحكاية وكد تحلف وكدعي فرصها وهي غدي تقلد بهذه الأمور كاملة ولكن انا تنآمن تنآمن بلي انه كين بعض من خلق صدر بفض الارض اللي تنور لهم البصيرة ديالهم حيث ربيت يقوليك اذا تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا حتى كنت السمع ديالك اللي يسمع به والبصر ديالك اللي كتبصر به وربما دول معناتي لها في صاحبات حكايتنا الليلة كيف ما تقربت من ربي ربي قربها منه اكثر الله يتبتنا اجمعين تابت في الدنيا هي اصعب حاجة كلنا كمدوا في طريق ربي ولكن ما بقاش في اللي صدق فضمتم في رعاية الله وحفظه خليوا كلام جميل للسعاد لان انا شاركت معنا اشياء جميلة ضمتم في رعاية الله وحفظه نشوفكم ما عرفش فقاش المهم انا محتاجة انني هاد اواخر ديالرمدان ندخلوا مع سيدي ربي فضمتم في رعاية الله وحفظه نتلقوا فيما بعد ان شاء الله سلام سلام